اشتركوا في القناة المزيد من النماء في مختلف أوجه التعاون والتنسيق بما يسهم في فتح مسارات أكثر تميزاً للعمل المشترك على كافة الأصعدة ويصب في خدمة مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهم الصديقين كما أشار معليه للزيارات الثنائية الناجحة بين البلدين الصديقين والتي كان آخرها لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا خلال شهر أكتوبر من هذا العام حيث تم استعراض سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجي الوثيقة والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة إلى جانب الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر يوليو الماضي والتي نتج عنها التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأوضح معي للشيخ فواز بن محمد آل خليفة بأن مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومن خلال تعاونهم المستمر والبناء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف العصيدة حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى ثلاثة أضعاف ما كان علي خلال العشرة أعوام الماضية بالإضافة إلى زيادة وثيرة الزيارات المتبادلة للعمل على إيجاد البرامج والروابط المشتركة وتنميتها إلى مستويات أرفع وأضف معالي السفير أن الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين البلدين نتج عنه الاتفاق على العديد من المجالات الحيوية المتعلقة بالتعاون في العديد من المجالات المشتركة وعلى آية رأس سفيراء المملكتين الصديقتين اللجنة التنفيذية لمتابعة هذه المخرجات وتنفيذها وتسيير أعمالها تحظى العلاقات البحرينية البريطانية باهتمام دائم من قبل حضرة صاحب الجلدة ملك البلاد المعظم لمواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً وتمييزاً على كافة الأصعدة تتميز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين بمستويات متقدمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة نجاح الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة يأتي تأكيداً لما تتميز به العلاقات بين البلدين الصديقين المستندة إلى أسس راسخة من التعاون وتنسيق المشترك في مختلف المجالات والتي أخذت في التوسع وترجمت بتوقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات وعلى مدى السنوات الماضية تطورت ونمت العلاقات البحرينية البريطانية وتوتدت روابطها بشكل متميز ليس فقط على الصعيد الرسمي كدولتين صديقتين فحسب ولكن تمتعت تلك العلاقات بما هو أبعد وأكثر رحابة فقد سهم ذلك في تعسيز مستوى التفاهم والتنسيق الرفيع بين القيادتين في البلدين والاهتمامات والمصالح الثنائية والإقليمية والدولية المشتركة والعلاقات الدبلوماسية الرفيعة والزيارات المتبادلة التي تولها قيادة البلدين اهتماما كبيرا وتحظى العلاقات التجارية بين البلدين نموا مستمرا حيث حقق التبادل التجاري هذا العام مستوى تاريخي بالإضافة إلى التطور الإيجابي في المفاوضات القائمة لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون والتي تصهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية بين المملكتين